يبدو بأن الحرب الأمريكية في اليمن لم تتوقف أو هي في أشد طور من أطوارها هكذا تقول الإحصاءات الأخيرة للبنتاجون التي أعلنت عن مقتل ستين شخصا خلال العشرة أيام الأخيرة وبحسب وكالة الأنضول فقد أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إيريك باهون أن العمليات الأمريكية مستمرة لمكافحة الإرهاب ضد داعش بالمناطق غير المحكومة في اليمن موضحا أن القوات الأمريكية نفذت غارتين جويتين منفصلتين بمحافظة البيضاء أسفرة عن مقتل تسعة أشخاص مضيفا أن التنظيم يدرب عناصره على أسلحة آلية وراجمات صواريخ وبنادق كلاشنكوف بعد أن استخدم المناطق الشاغرة أمنيا ليخطط لهجمات تستهدف الولايات المتحدة وحلفائها وتمثل اليمن إحدى أولويات الأمريكان في ملف الإرهاب فلا تكاد تغادر طائرات الاستطلاع والدرونز الأجواء اليمنية عوضا عما قامت به مؤخرا من إنزال ميداني في محافظات البيضاء وشبوة وأبيان وربما لا يقتصر الأمر بالنسبة للأمريكان على الهجمات الصاروخية وحسب مؤخرا توالت القوائم ضد شخصيات ومؤسسات يمنية شملتها الخزانة الأمريكية بالعقوبات والحظر لعل آخرها القائمة الجديدة التي احتوت ثلاثة عشر شخصا ومؤسسة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة